تواصل وزارة الداخلية حملاتها اليومية لمتابعة أسعار السلع الاستراتيجية وضبط قضايا حجب السلع والبيع بأسعار أزيد من السعر الرسمية هذا وقد تمكنت الوزارة خلال 24 ساعة من ضبط 405 قضايا تموينية بمضبطات بلغت أكثر من 97 طن مواد غدائية وغير غدائية كما تم ضبط أكثر من 38 طن مواد غدائية وغير غدائية في مجالي حجب السلع الاستراتيجية والاستلاء على السلع المدعومة تم أيضا ضبط قرابة 47 طن في مجال عدم الإعلان عن الأسعار بقصد البيع بأزيد من السعر الرسمي للسلع الغدائية فيما تم ضبط 12 طن أسمنت في مجال البيع بأزيد من السعر الرسمي لمواد البناء وضبط 606 قضايا في مجال قضايا المخابز من بينها 146 قضية خبز ناقص الوزن و149 قضية خبز غير مطابق للمواصفات وفي مجال ضبط المخالفات التلاعب بمنظومة توريد وتداول القمح المحلي تم ضبط 7 قضايا بمضبطات بلغت قرابة 22 طن أقماح محلية ترجمة نانسي قنقر